اشتركوا في القناة راجع تاب الراجح انه لا يفطر الا اذا تعاطى المفطر الا اذا تعاطى المفطر اما لو نوى قطع النية بان ينوي الان انه مفطر غير صائم فقد افطر فلا بد ان نفرق بين امرين واحد نوى ان يتعاطى شيئا من المفطرات لكن ما تمكن من ذلك او ما فعله او تاب او تراجع او غير رأيه يعني يمكن واحد مسافر صايم فقال ساكل ساكل شيئا ثم غير رأيه بطل يأكل اذا اذا اراد ان يتعاطى شيئا من المفطرات فتراجع عنه لا يفطر ذلك على الراجح لكن اذا نوى قطع النية انه الان هو غير صائم خراص حتى لو ما اكل شيئا تنقطع النية ويفطر ولذلك انت الان لو انك وانت ماشي مثلا في السيارة في البلد صائم اذن المغرب وما عندك في السيارة لا تمر ولا ماء ولا شيء ماذا تفعل خراص تنوي الفطرة بالنية تنوي الفطرة وكذلك لو واحد قال اذا وجدت واحد مثلا صايم وهو مسافر فقال ان وجدت اكلا او طعاما او مكانا يبيع طعام ساكل وان لا سابقى على صومه فلم يجد شيئا فصومه صحيح اما الرد عن الاسلام والعياذ بالله كسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذه تبطل الصوم بلا خلف نسأل الله السلامة والعافية شكرا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر